لا ما غلطنا قالها جبران بسيل في مؤتمر الخمسة واربعين دقيقة متوجها أولا إلى التياريين وعبرهم إلى كل اللبنانيين لا ما غلطنا أنه حربنا الفساد والإقطاع والميليشيا ولو كلفتنا كتير وإلا ما منكون نحن لا ما غلطنا أنه وقفنا مع حزب الله بحربهم على إسرائيل والإرهاب وإلا كنا عم نعيش اليوم عبيد الأحادي الدينية بالمنطقة ولا ما غلطنا أنه وقفنا جنب الحريري بالألفان وخمسة وبالألفان وسبعتاش وأقل شي نوقف مع رئيس حكومتنا بوجة الأجنبة ولا ما غلطنا أنه عملنا تفاهم معراب ولو عارفين كلفته الكبيرة علينا لأنه لازم على طول نسعى لوحدة مجتمعنا ولا ما غلطنا أنه العماد عون عامل رئيس جمهورية وسعينا نتفق مع الكل سياسيا سياسيا مش على الفساد لنحاول نخلص البلد من الانهيار الحتمي يلي كنا وصلين عليه لا ما غلطنا ولا نتحمل مسئولية الانهيار ولا منتحمل مسئولية الانهيار بالبلد ولو معنا رئاس جمهورية وأكبر كتله يتحملها يلي أسر البلد بمنظومة مفيوية ونحن عم نحاول نفك أسره وتأكيدا لن نسكت ولن نسمح باستهدافنا الذي وصل إلى حد تهامنا بالمسئولية عن انفجار مرفأ بيروت وهنا الموقف واضح الكل تحت صقف التحقيق ولكن هناك فرق بين من اكتشف ونبه ومن كان على علم وسكته هيدا ما بيذكركم بشي؟ ما بيذكركم يا لبنانيين بالألفان وخمسة بالتحريض والحقد واتهام أبريا أثبتوا برائتهم بعدين وبالدعوات لأسقاط الرئيس وبالمحكمة الدولية وبالمطالبة بالانتخابات الفورية يعني فراغ بالرئاسة وبالحكومة وبالمجلس النيابة يعني فرط الدولة هرفتوا ليش هلأ قلنا حق نشك بسبب النتائج السياسية يلي ترتبت من بعد الانفجار أما في السياسة ومع استقالة الحكومة يضع رئيس التيار قاعدة وحيدة للحكومة المقبلة وهي الإصلاحات التي وإن أقرت تضعنا على طريق النمو الاقتصادي بدنا حكومة منتجة وفاعلة وإصلاحية برئيسها وأعضاءها وبرنامجها وكمان هيدا كله تجرب وصار معروف المنتج من غير المنتج من المعطل ما حدا يتحجج فينا ليأخر تشكيل الحكومة والاتفاق على الإصلاحات اللي بده تعملهم موقفنا واضح من الأول أنا شخصيا من زمين بطلت معني بالوزارة ومعرفت كيف تحررت من عبق الشخص علي ونحن بالتيار مش راغبين أبدا لا مباشرة ولا غير مباشرة بالمشاركة بحكومة ما فيها شروط الانتاجية والفعالية والإصلاح الطائف فرض علينا بالقوة ولن نرضى بتطويره إلا بالتفاهم أما شرط الانتخابات بغضون عام فواضح لدى رئيس التيار إذا أريد فعلا إجراء التغيير المنشود نحن مش قادرين نكمل مع بعضنا هيك إلا من خلال عقد وطني جديد بيقوم على فكرية تجمع كل شي مشترك بيناتنا عبر دولة مدنية مركزية وبتحط كل شي منختلف عليا ومنتنايز فيه مناطقيا من خلال لا مركزية إدارية ومالية موسعة هيدا من ضمن الطائف حتى ما حدا يحكي فيدرالية ويكون براسه تقصيم وما حدا بالمقابل يحكي علمني وهو براسه الغاء الطائفية السياسية بس وهي ما نتعدد نحن منطرح دولة مدنية قائمة على المركزية أما موضوع الحياة بغياته النبيلة ففكرة بتستوجب الحوار والتوافق بتتزامن مع الاستراتيجية الدفاعية يلي بتحفظ قوة لبنان بهيدا السياق الانتخابات بتصير لازمة لتكريس التغيير وتتويجه عبر مجلس نواب بقانون جديد نسبة قائم على دوائر أكبر بيحمي تعددنا وتشاركنا في العلاقة مع حزب الله وضمن التلويح بالعقوبات وضوح في الرؤية وتحمل للمسئولية فالتيار وكما كان دوما يقف إلى جانب أي مكون محلي بوجه الهجمة الخارجية وعزل مكون لبناني نحن ما بيسوى نمشي فيه ولو كلفنا غالي بلوحولنا بفرض عقوبات ولو جائرة وما إلى أساس لا قانوني ولا أثبات ولكن أنا شخصيا من دون تردد مستعد أتحمل التمن كرمال ما ينمس بوحدة لبنان وسلمه الأهلة ويتم أغراءه بالفوضى والفتنة نحن ما منطعن لبناني مندفع منا ومنحمي لبنان وقت القصة بتكون داخلية منخانق حزب الله لحد الفراء على مسألة بناء الدولة ونحن أنا بقلكم رايحين على هيدا المطرح إذا المرحلة المؤبلة ما تحملوا المسؤولية معنا الحل الخارجي آتا فهل نلاقيه بحل داخلي أو نتنافس أو نتقاعص سأل بسيل الذي دعا إلى العيش سويا في لبنان الكبير مؤكدا أننا لن نضعف ولن نجوع وما من أحد قادر أن يبعدنا عن ثقافتنا المتنوعة وما من أحد يمنعنا أيضا من الذهاب باتجاه مصلحتنا في مواجهة ما نعيشه ترجمة نانسي قنقر